أعلنت وكالة موديز للتصنيف الايتمانية أنها قررت رفع النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر إلى إيجابية عند تصنيف CAA1 أشرت موديز إلى أن هذا التغيير يعكس الدعم الكبير الذي تم الإعلان عنه والخطوات الملحوظة التي تم اتخاذها على صعيد السياسة وذلك خلال الأسبوع الماضي كان البنك المركزي المصري قد أكد التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط ومواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآلية السوق